منهج المحاسبة الحكومية اليوم ان شاء الله نستكمل حدثنا عن النظام المحاسبي الحكومي طبعا في الحلقة السابقة ما اسعفناش الوقت ان احنا نستكمل او نتعرف على كل مقاومات النظام المحاسبي الحكومي تعرفنا في الحلقة السابقة على تعريف النظام المحاسبي الحكومي وتعرفنا على المقاومات الاساسية قولنا عندنا مقاومين المقاوم الاساسي الاول وهو المجموعة الدافترية والمقاوم الثاني أو المقاوم الأساسي الثاني وهو المجموعة الأولى أو المقاوم الأولى هو المجموعة المستندية المقاوم الثاني وهو المجموعة الدفترية اتعرفنا أن المجموعة المستندية في النظام المحاسب الحكومي اللي طبعاً بتمثل متخلات النظام المحاسبي بتتكون من ثلاث أنواع من المستندات أو بتم تصنيف المستندات المستخدمة في النظام المحاسب الحكومي إلى مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين أنا عندي ثلاث أنواع من المستندات اللي هي بتمثل مدخلات النظام المحاسبي الحكومي وهما مستندات الصرف يعني صرف أي مبالغ بنستخدامها في صرف أي مبالغ وزي ما أوضحنا من ضمنها استمارة اعتماد الصرف 50 عين حا ودي طبعا مخصصة لصرف أي مبالغ من الباب الأول أو من الباب الثاني آسف لا مش من الباب الأول قلنا من الباب الثاني أو الثالث والباب الرابع من الموازنة العامة بالدولة قلنا عندنا أيضا من استمارات الصرف قلنا الاستمارة 51 عنحة طبعا دي مخصصة لصرف مصاريف الانتقالات وبدل الصفر قلنا عندنا طبعا الاستمارة 62 عنحة ودي مخصصة لطلب استعادة المنصرف من السلفة المستديمة والاستمارة 62 مقرر عنحة ودي خاصة بطلب السلفة المستديمة واضحنا المقصود بالسلفة المستديمة والمقصود باستعادة المنصرف من السلفة المسلمة في الحلقة السابقة وبعد كده خدنا أو تعرفنا على أنواع أو مستندات التحصيل وقلنا من ضمنها قصائم التحصيل 33 إنحاء ثم بعد ذلك تعرفنا على مستندات الشراء والتخزين المجموعة المستندية اللي بتمثل مدخلات النظام المحاسب الحكومي بتتكون من ثلاث أنواع مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين المجموعة الدفترية بتتكون من ثلاث أقصام أيضا اللي هو المكون التاني أو المقوم التاني من مقومات المحاسبة الحكومية أو النظام المحاسب الحكومي وطبعا بتضم ثلاث أنواع من الدفاتر عندنا مجموعة الدفاتر أو دفاتر اليومية القسم الأول أو المجموعة الأولى عندنا مجموعة الدفاتر اليومية المجموعة التانية عندنا مجموعة دفاتر الأستاذ ثم عندنا نوع آخر وهي الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية المجموعة الدفترية أيضا بتقسم إلى 3 أقسام دفتر أو دفاتر مجموعة دفاتر اليومية مجموعة دفاتر الأستاذ ومجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية نحن هنكمل حديثنا عن المجموعة الدفترية وزي ما أوضحنا في الحلقة السابقة نحن عندنا أربع دفاتر أو أربع أجزاء عملية هنتضرب عليهم في الباب الثاني والباب الخاص بالنظام المحساب الحكومي قلنا طبعا عندنا في دفاتر الأستاذ عندنا دفتر حساب الشيكات 56 إنحة وهنتضرب على كيفية تسجيل العمليات والأحداث المالية داخل دفتر حساب الشيكات 56 إنحة وهو طبعا أحد دفاتر الأستاذ المهمة عندنا أيضا سجل الارتباطات 291 و292 وطبعا أحد السجلات البيانية والإحصائية ودي أيضا مقرر علينا وهنتضرب على كيفية استخدامه وتسجيل عمليات والأحداث داخل هذا الدفتر وزي ما أوضحنا قلنا في نوعين منه اللي هو الدفتر 291 ده بيستخدم طبعا في الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية أما سجل الارتباطات 292 إنحة بيستخدم في المحافظات والوزرات يعني بيستخدم بشكل مركزي وأوضحنا طبعا أن العملية التسجيل ما بتختلفش أو تصميم صفحات دفتر 291 هي نفسها بيتم تصميم صفحات الدفتر 292 بنفس الطريقة ولذلك احنا بقول سجل الارتباطات 292 لكن كل الاختلاف أن طبعا 292 بيستخدم في المحافظات وفي الوزرات وبيغضع لإشراف المراقب المالي أو بيسند أو بيوكل مسئولية تسجيل الأحداث بداخل هذا الدفتر إلى المراقب المالي داخل المحافظة أو داخل الوزارة عندنا أيضا دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة أو يطلق عليه ميزان المراجعة اليوم هو أيضا من السجلات البيانية والاحصائية اللي هنتضرب أيضا على كيفية إعداده وعندنا في الأخير اللي هو السجل الأخير أو سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عنحة أو بيطلق عليها الاستمارة 55 عنحة يبقى أنا عندي في الباب التاني من أبواب منهج المحاسبة الحكومية والباب طبعا الخاص بالنظام المحاسبة الحكومي عندنا مجموعة طبعا من الدفاتر اللي هنتضرب على تسجيل الأحداث منها عندنا دفتر أستاذ واحد وهو دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وعندنا ثلاث سجلات بيانية وإحصائية سجل حصر طلبات الصرف الوردة 55 عنحة أو الاستمارة 55 عنحة عندنا أيضا سجل الارتبطات 291 و292 وعندنا دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة احنا هنستكمل النظام المحاسبة الحكومي أو مقاومات النظام المحاسبة الحكومي وإحنا توقفنا في الحلقة السابقة على المجموعة طبعا الدفترية هنتعرف أو هنكمل حدثنا عن المجموعة الدفترية في ظل نظام المحاسبة الحكومي ثم هنتضرب على الكيفية اللي بنقد بيها أو بنسجل بيها الأحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة وكذلك دفتر الحزبة اليومية 69 عنحة إذا كان لدينا متسع من الوقت إن شاء الله في حلقة اليوم تعالوا نشوف مع بعض القسم الثاني من المجموعة الدفترية وعندنا طبعا دفاتر الأستاذ احنا تعرفنا على الدفاتر اليومية في الحلقة السابقة هنكمل حدثنا بقى عندنا دفاتر الأستاذ وطبعا قلنا هي مجموعة الدفاتر اللي بتستخدم في تبويب كافة العمليات اللي بيتم تسجيلها في دفاتر يومية يعني بعد ما منسجل لعملات في دفتر يومية طبعا زي ما احنا عارفين بالراحة لعملات لدفاتر الأستاذ وعندنا دفتر أستاذ مفردات المصرفات 81 عنحة وقلنا دي طبعا بيسجل فيه كل المصرفات على اختلاف أنواعها وبيتضمن هذا الدفتر جانب واحد فقط وهو الجانب المدين لأن طبعا المصرفات طبيعية مدينة الدفتر الثاني هو دفتر أستاذ مفردات الإرادات وطبعا بياخد رقب 81 عنحة وده بيسجل فيه الإرادات وبيكون الجانب الخاص بيه دائن لأن طبعا الإرادات بتاعتها دائنة أو إن الإرادات بطبيعتها دائنة تعالوا نشوف دفتر بقى حساب الشيكات 56 عنحة وده طبعا اللي هنركز عليه عزاء الطلاب وهنتضرب على كيفية أداده هو من دفاتر الأستاذ ودفتر حساب الشيكات 56 عنحة بيخصص لإثبات الشيكات الصدرة من الوحدة ورصيده بيعد أو بيمثل الشيكات المسحوبة على الوحدة ولم تصرف بعد أو الشيكات اللي صدرت من الوحدة ولم تصرف بعد يعني طرق أو طريقة من طرق سداد المبالغ المستحق على الوحدات وهي الشيكات لما المنشاعة بتسجل شيك لأي جهة أو لأي حد هي عليها في وسلو أي الوحدة الحكومية هنا نوصد المنشاعة ونوصد الوحدة الإدارية الحكومية بتصدر شيك الشيك دو ايه او بتكتب شيك لأي جهة نتيجة او لمبالغ مستحق على الوحدة او سددا لمبالغ مستحق على الوحدة ده يعتبر شيك صادر وده بيسجل فيه دفتر حساب الشيكات 56 انحة رصيد الدفتر دوت هو عبار عن ايه الشيكات اللي صرفت او الشيكات الصادرة او المسخوبة على الوحدة ولن تصرف بعده هنتعرف على شكل دفتر حساب الشيكات دي صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 انحة زي ما احنا شايفين اعزائي الطلاب دي دفتر استاذ الجانب منه ده بيمثل طبعا الجانب المدين للدفتر والجانب له ده بيمثل الجانب الدائن وزي ما احنا شايفين الخنات الخاص او كل جانب من الجوارب مقسم الى اعمدة هنتعرف على طريق التسجيل العمليات داخل هذا الدفتر لكن ناخد بالنا ان جانب له بتسجل فيه طبعا الشيكات الصادرة اما جانب منه بيسجل فيه الشيكات التي صرفت او التي قام اصحابها بصرفها من الشيكات الصادرة يعني المسخوبة على الوحد دفتر تاني ايضا وهو طبعا مش مقرر عن العمل بس اللازم بيكون عارفين وهو دفتر حساب الحوالات 54 انحة وده بيثبت بازون الصرف وقت اصدارها ايضا ازون الصرف طريقة من طرق اصداء او سداد المبلغ المستحق على الوحدات اما بشيكات ويبقى دي شيك صادر وكذلك ازون الصرف تعتبر برضو بيتم اصدارها لسداد مبلغ مستحق على المشاف احنا في النظام المحساب الحكومي عندنا دفتر استاذ حساب الشيكات 56 انحة ده بيسجل فيه الشيكات الصادرة يعني المسخوبة على الوحدة بالمبالغ المستحقة على الوحدة للغير وطبعا رصيده بيمثل الشيكات المسخوبة ولم تصرف بعد ايضا دفتر حساب الحوالات 54 انحة بيثبت بي اوزون الصرف اللي بيتم اصدارها طبعا سدادا لمبالغ مستحقة على الوحدة ويمثل ايضا رصيده او رصيد حساب دفتر حساب الحوالات الايه الحوالات او اوزون الصرف التي سحبت على الوحدة ولم تصرف بعد الدفتر التالت وهو دفتر حساب الشيكات تحت التخصيل 78 انحة يعني الدفتر الاخر هو دفتر حساب الشيكات تحت التخصيل 78 عين حق ناخد بالنا انا عندي دفتر في اسم دفتر حساب الشيكات 56 انحة ده خاص بالشيكات الصادرة اما دفتر حساب الشيكات تحت التخصيل 78 حق دي خاص بالشيكات الواردة يعني المنشأة لما بيكون لها مبالغ مستحقة عن الغير والغير ده يسدد لها يسدد للوحدة الحكومية الإدارية هنا نقص للوحدة الحكومية الإدارية المبالغ المستحقة دي بشيك يبقى الشيك هنا في الحالة دي وارد وطبعا بيبقى يسمي يفتح الحساب الشيكات تحت التحصيل وبيسجل في دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل وطبعا بيمثل رصيد هذا الدفتر الشيكات الواردة للوحدة ولم تخصل بعد حتى تاريخ حتى تاريخ تحديد رصيد هذا الحساب النوع الآخر طبعا زي ما أوضحنا دفتر حساب الشيكات عندنا نوع آخر من طبعا من الدفاتر وهي دفتر حساب الكفالات 78 عين حا وده طبعا بيخصص لإثبات الكفالات يعني الضمان الضمان اللي هو كضمان ابتدائي أو ضمان نهائي طبعا زي ما أوضحنا إن المنشأة لما بتيجي تدخل أي منشأة بتيجي تدخل مناصة عبدالحكومة فطبعا لازم تدفع تأمين ابتدائي أو نهائي وطبعا بتقوم الوحدة الحكومية الإدارية بتسجيل هذا التأمين داخل دفتر بيسمى حساب الكفالات 78 حا سواء كان تأمين في بداية دخول المناصة أو تأمين نهائي بعد رسول عطى أو المناصة على الشخص اللي دخل المناصة الحكومية الوحدة الحكومية في الحالة دي تتسجل سواء كانت تأمين ابتدائي أو نهائي داخل دفتر حساب الكفالات 78 عين حا دفتر أخر من دفاتر الأستاذ وهو دفتر حساب النقدية 87 عين حا ودوء طبعا بيخصص لإثبات المبالغ المحصلة أي مبالغ تحصلها الوحدة الحكومية نقدم بتسجل داخل دفتر حساب النقدية 87 عين حا المجموعة التالتة أو القسم التالت من مقاومات أو من المجموعة الدفترية اللي هي مقاومة من المقاومات الأساسية النظام المحصن الحكومي هي مجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والأحصائية وهي عبر عن دفاتر رقبية عزيزي الطلاب على العمليات المالية اللي بتقوم بها الحكومة وبتهدف طبعا أو بيهدف استخدامها إلى مساعدة الجهات الرقبية في متابعة تنفيذ الموازنة وتحقيق الرقبة الفعالة طبعا على استخدامات وموارد الوحدة الحكومية الإدارية من أهم هذه الدفاتر طبعا سجل الارتباطات زي ما أوضحنا 291 إنحاء و292 إنحاء وده طبعا زي ما أوضحنا عزيزي الطلاب ده بيخصص للارتباطات الخاصة بالوحدة الإدارية اللي هو السجل 291 إنحاء وبيستخدم لغرض أحكام الرقابة على الاعتمادات المقررة بالموازنة لكل بند من بلود الموازنة وضمان طبعا عدم تجاوز هذا المبلغ عن المحدد أو المربوط له بالموازنة العامة للدولة أيضا قلنا السجل أو الدفتر 292 إنحاء ده طبعا بيستخدم في الوزارة أو المحافظة وبياخد الرقم طبعا زي ما أوضحنا 292 إنحاء وطبعا صفحات دفتر 291 هي نفسها صفحات دفتر 292 أقصد سجل الارتباطات 291 وسجل الارتباطات 292 بيتم تسليم صفحاتهم بنفس الطريقة وتسجيل الأحداث فيهم بنفس الطريقة إلا أن 292 بيستخدم على مستوى مركزي سواء في المحافظة أو في الوزارة أما 291 بيستخدم في الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية من المحافظات والوزارات وغيرها من المؤسسات أو الوحدات الحكومية الإدارية بيوكل أو بيتم إسناد مسئولية دفتر 292 إنحاء اللي بيستخدم في الوزارات أو بيستخدم في المحافظة إلى المراقب المالي ده سجل الارتباطات وهو مكرر علينا عملي وهنتضرب على كيفية تسجيل الأحداث داخل هذا الدفتر عندنا أيضا دفتر أو سجل الأضابير 101 سيرة وطبعا هي عبارة عن ملفات لحفظ المستندات ومرفقاتها يبقى الأضابير 101 سيرة هي عبارة عن ملفات لحفظ المستندات ومرفقاتها يبقى أحلى كده عرفنا لو ممكن يجي لي سؤال يقول لي صحة ولا خطأ أو أكمل سجل نقطة أو نقطة هي عبارة عن ملفات لحفظ المستندات ومرفقاتها يبقى أخب بالي أعزاء والطلاب إن المجموعة المستندية يكون قريحة كويس مركز كل وكذلك المجموعة الدفترية كل سجل أو كل استمارة مثلا بتستخدم في إيه رقامة كامزة أو ضخمة كذلك السجلات يطرح هو سجل ينتمي لمجموعة الدفتر اليومية أو هذا الدفتر من دفاتر يومية ولا من دفاتر الأستاذ ولا من السجلات البيانية والأحصائية يبقى أخب بالي أنه ممكن يجي لي في الاختبار أسئلة بهذا الشكل علشان طبعا المختبر يكون عايز يعرف هل أنت بتعرف تفرق بين المجموعة الدفترية ولا لا مجموعة الدفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ والدفاتر والسجلات الرقابية هل أنت عارف استخدامات كل دفتر ولا لا دي كلها أسئلة ممكن تجي لك بشكل نظر في الاختبار وهنتضرب إن شاء الله على أسئلة من هذا القبيل عندنا دفتر أيضا مهم من الدفاتر الرقابية هي زي ما أوضحنا أو السجلات والبيانات الأحصائية وهو دفتر الحزبة اليومية ودفتر الحزبة اليومية 69 إنحاء أو بيطلق عليه عزيزة طلاب ميزان المراجعة اليومي ده بيسجل فيه العملات والأحداث أو بيتم إعداده طبعا في نهاية كل يوم عشان نقدر نتأكد إن مجموعة الحسابات المدينة بيساوي مجموعة الحسابات الدائنة ونتأكد من توازن العمليات والأحداث اللي حدثت داخل الوحدة المالية ده دفتر الحزبة اليومية 69 إنحاء وزي ما أوضحنا هو مقرر عمل علينا وهنتضرب على كيفية إعداده عندنا دفتر آخر هو دفتر يومية العهدة 118 إنحاء وده طبعا بيستخدم أو بيسجل به حسابات العهدة وتوزيع الأصناف على المخازن الفرعية وبيتم إمساكه بمعرفة أمناء المخازن الرئيسية والفرعية والإقليمية أخب بالي أن دفتر يومية العهدة 118 إنحاء بيتم إمساكه يعني اللي بيمسك هذا الدفتر أو اللي بيبقى مسؤول عن تسجيل العمليات داخل هذا الدفتر طبعا هم أمناء المخازن الرئيسية يعني في المخازن الرئيسية والفرعية والإقليمية عندنا دفتر آخر وهو دفتر يومية المخزن 114 إنحاء ودفتر يومية المخزن أعزاء الطلاب 114 إنحاء بيوجد في كل مخزن حكومي أي مخزن فيه حكومي بتوجد فيه دفتر اسمه دفتر يومية المخزن 114 إنحاء وده بيمسك بمعرفة أمين المخزن وبيقيد به طبعا حركة المخزن من وارد ومنصرف عندنا طبعا سجل لحصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحاء وده بيخصص لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الإدارية الحكومية ولقيد استمارات اعتمادات الصرف ومرفقاتها يبقى ندي الدفتر الرابع أو السجل الرابع اللي هنستخدمه طبعا أو هنتدرب على كيفية تسجيل العمليات داخل هذا الدفتر يبقى أنا عندي سجل لحصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحاء ده بيخصص لحصر أو لتسجيل جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة الحكومية ولقيد اعتمادات الصرف 50 إنحاء ومرفقاتها يبقى سجل لحصر طلبات الصرف ده مقرر علينا عملي يمكن نقوم بالنا أدي شكل صفحة من صفحات سجل أو دفتر حصر طلبات الصرف الواردة 55 إنحاء أو بيطلق عليه الاستمارة 55 إنحاء وطبعا أنت مش مطالب بحفظ رؤوس الأعمال أنت هيجيلك في الاختبار طبعا الأعمال ده جاهزة وانت هتسطر بس كل ما عليك لأنك تسطر هذه هذا التصميم الصفحة دي هتسطرها داخل كراسة الإيجابية انت مش هطلوب منك تخفز الأعمال ما تخافش الموضوع بسيط وهنتضرب على كيفية تسجيل الأحداث داخل الاستمارة 55 إنحاء أو دفتر خاص طلبات الصرف الواردة إن شاء الله في حلقات قادمة عندنا دفتر يومية الشد 115 إنحاء وده بيقايد فيه الأصناف الواردة والمنصرفة وبيستخدم في المخازن الرئاسية فقط اخب بالي عزيزة الطلاب حتى كان عندنا دفتر قبل كده لدفتر ايه دفتر المخزن 114 إنحاء وانا دي برضو بيقايد فيه حركة الأصناف بس قال لي ايه ما قاليش انه بيستخدم في المخازن الرئاسية فقط لكن دفتر يومية الشد 115 ده ده بيستخدم فيه المخازن الرئاسية فقط آخر حاجة عندنا وهو دفتر أو فيهرس الأصناف وده بيخصص ترتيب الأصناف المستدامة والمستهلكة ترتيباً هجائياً زي ما وضحنا كده عزيزة الطلاب دي المجموعة الدفترية اللي هي طبعاً بتتكون من دفاتر الأستاذ ودفاتر دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ وسجلات ودفاتر رقابية زي ما وضحنا سجلات بيانية وإحصائية وقلنا هي عبارة عن مجموعة من السجلات والبيانات الرقابية احنا طبعاً ناخد بالنا من حاجة مهمة جداً لنا مطلوب مني اننا نكون عارف ايه المقصود بالنظام المحاسب الحكومي اعرف النظام المحاسبي الحكومي احنا تعرفنا على تعريف النظام المحاسبي الحكومي في حلقة سابقة وإن طبعاً هو مجموعة العناصر والأسليب المستخدمة في تجميع وتبويب وتلخيص العمليات والأحداث المالية المتعلقة بأنشتة الوحدات الحكومية الإدارية وطبعاً وعرض وتحليل النتائج لأغراض أو عرض وتحليل البيانات طبعاً المتعلقة بأنشتة الوحدة لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء ده عزاء الطلاب تعريف النظام المحاسبي الحكومي وخبالة إن ممكن يجيلي سؤال في الاختبار يقول لي عرف النظام المحاسبي الحكومي لأن الاختبار طبعاً بيجي عليه أسئلة في شكل مقالي قلنا أسكر أو عرف زي ما أوضحنا في الحلقات السابقة وممكن يجيلي الأسئلة بقى على النظام المحاسبي الحكومي اللي هي مقاوماته قلنا عندنا مجموعة مستندية ومجموعة دفترية المجموعة المستندية دي بتشمل ثلاث أرواح من المستندات مستندات الصرف مستندات التحصيل مستندات الشراء والتخزين أما المجموعة الدفترية فبتشمل ثلاث أنواع مجموعة دفاتر اليومية ومجموعة دفاتر الأستاذ ومجموعة الدفاتر والسجلات البيانية والإحصائية الأسئلة هتجيلي إزاي أنا أقصد هنا الأسئلة النظرية هيجيلي في شكل صح وخطأ في شكل إختر في شكل وصل في شكل أكمل يبقى أنا لازم أكون آري وعارف كل دفتر من الدفاتر وكل مجموعة من المستندات عارف المجموعة المستندية على مستندات الصرف بتستخدم في إيه مستندات التحصيل هي عبارة عن إيه أقدر أفرق بين مستندات الصرف ومستندات التحصيل ومستندات الشراء والتخزين أقدر أفرق بين دفاتر اليومية مجموعة دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ والدفاتر الرقابية اللي هي متمثلة في السجلات البانية والأحصائية يبقى الأسئلة هجليزية هنتضرب على أسئلة على النظام المحساب الحكومي ولكن لازم نأكد على الجزئية مهمة جدا ونقض بالنا أن احنا عندنا أربع دفاتر أو أربع سجلات في الباب الثاني هنتضرب عليهم عملي أول سجل منهم أعزائي الطلاب قلنا إيه دفتر حساب الشيكات 56 نحا وده أحد دفاتر الأستاذ عندنا ثلاث إدافات الرقابية أخرى وهي طبعا من السجلات البيانية والأحصائية عندنا ميزان المراجع اليومي أو دفتر الحزب لو ميزان المراجع اليومي اسمه كده أو دفتر الحزب اليومية 69 عين حا دفتر الحزب اليومية 69 عين حا عندنا أيضا سجل الارتباطات 291 أو 292 عين حا نفس الدفتر واخد رقابين في الوحدات الحكومية الإدارية الفرعية بنطلق عليه أو بنديله رقم 291 عين حا وفي المحافظة أو في الغزارة بنطلق عليه أو بنديله رقم 292 عين حا نفس الطريقة اللي بسجل بها الأحداث المالية هنا هي نفس الطريقة اللي بسجل بها الأحداث في الدفتر 292 عين حا يعني الدفتر 291 عين حا هو نفسه الدفتر 292 عين حا ولكن مكان الاستخدام 291 في الوحدات الفرعية و292 في الوزارات والمحافظات وطبعا في المحافظة أو الوزارة بيتم بإسناد سجل الارتباطات إلى المراقب المالي الموجود في المحافظة أو الموجود في الوزارة السجل الأخير وهو سجل حصر طلبات الصرف الوالدة 55 عين حا أو بيطلق عليه الاستمارة 55 عين حا دول أربع جوانب عملية أو أربع دفاتر عملية هنتضرب عليهم وعلى تسجيل أحداث فيهم في الباب الثاني زي ما هنشوف دلوقتي هناخد تدريب مهم وهنتعرف على الكافية اللي بيها بنسجل الأحداث والعملات داخل دفتر حساب الشكاة 56 عين حا وكذلك لو كان معنا متسع من الوقت هنتضرب على كيفية إعداد ميزان المراجعة اليومي أو دفتر الحزبة اليومية 69 عين حا ثم بعد كده ناخد مجموعة من الأسئلة النظرية اللي ممكن تجيلي فيه الاختبار على النظام المحاسبي الحكومي إذا كان لدانا متسع من الوقت ما كانش لدانا متسع من الوقت بأن شاء الله في حلقة قادمة نتعرف على هذه الأسئلة ونختبر معلوماتنا في الباب الثاني الخاص بالنظام المحاسبي الحكومي تعالوا نشوف مع بعض دفتر حساب الشكاة 56 عين حا ونتعرف على الكيفية اللي هنسجل بيها الأحداث المالية داخل هذا الدفتر زي ما احنا شايفين عزيزي الطلاب طبعا دفتر حساب الشكاة 56 عين حا هو أحد دفاتر الأستاذ ودفتر الأستاذ طالب بيكون له جانب مدين جانب منه وله جانب له الجانب منه دل جانب المدين وجانب له دل جانب الداء طب دفتر حساب الشكاة زي ما وضحنا قلنا بيسجل فيه الشكاة الصادرة أو المسحوبة على الوحدة ورصيده عشان دفتر أستاذ فرزي بكله رصيد بيمثل الشكات المسحوبة على الوحدة أو الصادرة ولم تصرف بها يعني أي مبالغ زي ما أوضحنا بتصدر أو بيتم سدادها للغير مبالغ مستحق على الوحدة الحكومية الإدارية أي مبالغ تصرف بيصدر بها شيك والشيك ده يعتبر شيك صادر وطبعا أصحاب الشيك اللي هم طبعا ممكن يكون مقاول أم مثلا بتوريد مثلا حاجة لوحدة الحكومية الإدارية خاد شيك بيأخذ الشيك وروحه صرفه طبعا من البنك بعد ما بيصرف الشيك بيتم تسجيله في جانب منه يبقى عنده إصدار الشيك هنسجله في جانب له وبعد ما يتم صرف الشيك أو يورد لنا إشعار إن الشيك تم صرفه يعني صاحب الشيك تم قم صرف الشيك هنسجل هذه العملائية في جانب منه طيب تعالوا نشوف مع بعض ناخد بالنا إن جانب منه مقصم إلى أعمدة العمود الأول ملحظات من الكلام العمود التاني تاريخ السحب إنه لما نيجي نسجل داخل دفتر له في جانب له هنبدأ من الشمال ملحظات هنسجل فيها رقب العملية نديها واحد تاريخ السحب الخاص بالعملية المصلحة المقصومة عليها المبلغ واسم صاحب الحق اللي هو صاحب الشيك والبنك المحول عليه طبعا الصرف هيكون البنك المركزي والشيكات المسخوبة بنكتب رقب الشيك ومبلغه ثم إجمال العملية بنجمع المبلغ هنا اللي هو المبلغ الشيك نخطه تاني في اليومية وكفى والشهر دي بيتم تجميعه في آخر اليوم يبقى ناخد بالنا دي الطريقة اللي بيتم تسجيل بها الشيكات الصدرة طبعا هنا بيتم تسجيل في جانب منه بيتم تسجيل الشيكات طبعا اللي تم صرفها من الشيكات الصدرة وطبعا في ملحظات بنخط رقم العملية بترتبها ثم بنكتب تاريخ ورقم حفزة الشيك اللي هي الحفزة اللي تم صرف الشيك بيها وبيتكتب طبعا شيكات المصرفة بنكتب رقم الشيك ومبلغه اللي هو بيتبقى احد الشيكات الصدرة أو كل الشيكات الصدرة هنا بتسجيل كل الشيكات الصدرة وتم صرفها هنسجلها في جانب ايه منه رقم الشيك ثم تقيمته ثم بإجمال العمليات العمليات هنكتب في اليومية مبلغ الشيق ونقف ثم بعد كده في نهاية الشهر يتم تجميع العمود بتاع اليومية وإدراج مبلغه في جانب شهرية في إجمال العمليات أخذ بالي أعزائي الطلاب من حاجة مهمة وهي إيه؟ إحنا قلنا عندنا جانب له وجانب منه طيب الأعمدة دي هل أنا مطلوب مني إن أنا أحفظ رؤوس الأعمدة؟ لا مش مطلوب مني إن أنا أحفظ رؤوس الأعمدة المطلوب مني إن أنا أتضرب على كيفية تصميم الصفقة دي فيه كراست الإجابة يعني أنت هيجي لك في الاختبار مجموعة من العمليات أو الأحداث زي ما هنشوف ويقول لك سجل العمليات دي في دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين من خار ويروح جايب لك رؤوس الأعمدة اللي فوق الجزء ده اللي هو الجزء اللي فوق خالص ده شفت البساطة وإنت كل اللي هتعمله هتروح بقى نصمم الصفقة اللي أنت شايفها دي داخل كراست الإجابة بتاعتك بالعرض كده مش بطول الصفقة جيب الكراست بالعرض وبتبتدي تصلم الصفقات بهذه بايه الطريقة وبعد كده تقوم تسجل هذه العمليات داخل الدفتر تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنسجل العمليات والأحداث الخاصة بالشيكات الصادرة داخل دفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة معانا زي ما قلنا معانا طبعا تمرين بيقول لي تمت العمليات الآتية بإحدى الوحدات الإدارية الحكومية خلال شهر أغسطس 2013 بيقول لي العمليات الآتية تمت بإحدى الوحدات الإدارية الحكومية خلال شهر أغسط 2013 أنا اتعودنا مع بعض أنا سيب على طول قراءة رأس التدريب أو رأس السؤال أروح على طول على المطلوب بيقول لي المطلوب إثبات العمليات السابقة بدفتر حساب الشيكات ستة وخمسين عنحة يعني عايزنا سجل عملات دي في دفتر حساب الشيكات 56 عنحة يبقى على طول اروح على كراست الإجابة وعلى طول اروح جايب نصمم صفحة من صفحات دفتر حساب الشيكات 56 عنحة ثم اجري بقى على طول اقرأ عملية عملية واشوف اسجل لازاي داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة يبقى انا اول حاجة قرأت رأس التدريب او رأس التمرين ثم بعد كده روحت على المطلوب قال لي ازبط العملات دي فين بضفتر حساب الشيكات 56 عنحة قلت له تمام روحت على طول رايح مصمم الصفحة دي داخل كراست الإجابة وناخد بالنا رؤوس الاعمدة الخاصة بضفتر حساب الشيكات 56 عنحة هو هيجبها لك متسطرة او موجودة داخل كراست الإجابة مش مطلوب منك تعدك كل معرك ان انت اللي هتقوم بايه هتقوم بتصميم الصفحة دي داخل كراست الإجابة وبعدين تقوم بتسجيل الاحداث داخل كراست الإجابة تعالوا نشوف مع بعض اول عملية بيقول لي في عشرة تمانية 2013 تم سحب شيك رقم 666 ياريت نكتب مع بعض كده هنا الشيك رقم كام الشيك رقم 666 طيب ده مسخوب على ايه مسخوب على البنك المركزي يبقى البنك المسخوب على هيبه البنك المركزي الموظف مين اسمه شام محمد المبلغ 1600 جليل هو مبلغ شيك يبقى الشيك له رقم زي ما احنا شايفين وتاريخ العملية عشرة تمانية لخصت العملية قلنا التاريخ عشرة تمانية الشيك رقم 666 البنك المسخوب عليه هو البنك المركزي الموظف اسمه شام محمد وبعدين عندي المبلغ 1600 جنيه اروح بقى على دفتر حساب الشيكات اللي انا ستصممته اللي اضفت على حساب الشيكات 56 منحة وبعدين اجل في الجانب له لان الشيكات الصادرة هتسجل فين في جانب له في خانة الملاحظات اكتب واحد ليه كتبت واحد لان دي اول عملية من الشيكات الصادرة في العمود اللي بعضه على طول من على الشمال ناخد بالنا اسجل تاريخ السحب كان كام عشرة تمانية كتبت عشرة تمانية المسخوبة المخصوم عليها مش اسجل فيها حاجة كشام محمد بعد كده اكتب البنك المحول عليه الصرف دايما البنك المحول عليه الصرف في كل التمرين اللي احنا ناخده والمقرر علينا هيكون البنك الايه المركزي اكتب البنك المركزي ثم بعد كده اكتب الشيكات المسخوبة عليها مقسومة عندي العمود ده العمودين الرقم والقيمة في الرقم اكتب رقم الشيك هو طبعا 666 وبعدين اكتب مبلغ الشيك اللي هو 1600 ثم المبلغ القيمة اللي هو قيمت الشيك مرة أخرى في إجمال العمليات فين في اليومية كتب 1600 لإن ما فيش أي عمليات تمت في اليوم ده في عشر تمانية غير هذه العملية لكن لو أكثر من عمليات كنت أسجل عمليات دي لو كلهم عشر تمانية هسجل عمليات دي كلها ثم بعدين إيه أروح مجمع في اليومية أخب بالي أنا ما عنديش غير عمليات واحدة بس اللي تمت يوم عشر تمانية خلاص أخط المجموع في اليومية طيب لو كان عندي ثلاث عمليات ثلاث شكات أصدره أو تسحبه على الوحدة في نفس اليوم اللي هو عشر تمانية يبقى يسجل الثلاث شكات ثم أجمعهم وحط في اليومية زي ما هنعمل في الشهرية يعني في نهاية الشهر هنقوم بنفس الطريقة أنا كده سجلت العملية داخل دفتر حساب الشكات ستة وخمسين ننحى وهي طبعا الخاصة بشيك هشام محمد تعالوا نشوف العملية التالية بيقول لي في خمستاشر منه نسجل التاريخة خمستاشر منه يعني يا عزيزي الطلاب يعني خمستاشر من نفس الشهر من نفس السنة يعني خمستاشر تمانية هسجل بقى العملية في خمستاشر تمانية بيقول لي تم سحب شيك رقم تمنمية تمانية وتمانين على البنك المركزي للموظف خالد حامد بمبلغ رموانية جنيه أروح على طول على دفتر حساب الشكات ستة وخمسين ننحى أقدل عملية دي رقم ايه اتنين برافو عليك ثم في تاريخ السحب أقول خمستاشر تمانية طب اسم صاحب الحق برافو خالد حامد البنك المحاول عليه الصرف هيبقى البنك المركزي طب الرقم بتاع الشيك برافو تمنمية تمانية وتمانين أسجل مبلغ الشيك أو قيمته اللي هي ربعمائية جنيه مرة في الايه في شيكات مسخوبة ومرة تانية في اليومية واقب بالي ليه أنا حطيته هنا في اليومية على طول لإنه ما عنديش أكتر من عملية تم توت يوم خمستاشر تمانية طب ما قب بالي لو كانت العملية الأولى دي عشر تمانية والعملية التانية دي عشر تمانية كنت هعمل ايه أخب بالي عزيزي الطلاب ما كنتش هحط هنا حاجة في اليوم ما كنتش هحط الالف وستمية دي لو أنا عندي العملية اللي هو في عشر تمانية والتانية في عشر تمانية كنت هكتفل بتسجيل شيكات مسخوبة مرة الف وستمية ومرة ربعمية وبعدين لو ما فيش حاجة تانية في عشر تمانية كنت هجمع مجموعة واحد بس هنا اللي هو هجمع الالف وستمية زي ضرباه ألفين وحطون في اليومية يبقى أنا مش كل عملية على طول بجمع طالما إن الشيك الشيك واحد بس في يوم واحد يبقى على طول أحط في اليومية لو أكتر من شيك يعني في نفس التاريخ 10-8-10-8 مثلا زي ما أوضخنا يبقى أحط على طول المبلغ هنا على طول ما أحطش في اليومية بقى زي ما أحط في الشيكات المسخوبة ورجع أحط في إجمال العملات في اليومية لا أحجمع بقى في آخر عملية في التاريخ يعني لو آخر عملية العملية رقم 2 دي هي اللي في 10-8 كنت حطيت على طول إيه جمعت الـ 1600-400 وخطيتهم كام في المجموعة هنا 2000 جنيه نقبلنا من الجزئة دي مهمة علشان طبعا ما كانش فيها عملية أخرى غير عملية واحدة في 10-8 وعملية واحدة في 15-8 وديه الطريقة اللي هنسجل بها ونقبلنا على طول هيجيب لك الطريقة دي يعني مش هجيب لك أكتر من عملية في يوم واحد يبقى أنت هتسجل بنفس الطريقة تخط المبلغ مرة في القيبة وتروح جمعه تاني أو خطه في إجمال العمليات في اليومية نخط ربعمية جنيه يبقى دي احنا كده سجلنا العملية التانية اللي تمت في 15-8 تعالوا نشوف العملية اللي بعدها بيقول لي في 22 منه تم سحب شيك رقم 999 من البنك المركزي تم سحب شيك رقم 999 على البنك المركزي للموظف أشرف سعد بمبلغ 1500 جنيه يبقى أنا عندي تاريخ العملية 22-8 اللي هو منه يعني من نفس الشهر وعندي تاريخ اللي هو عندي رقم الشيك 999 البنك المسخوب عليه البنك المركزي الموظف أشرف سعد ومبلغ الشيك 500 جنيه أروح على دفتر حساب الشيكات 56 وفي جانب له قد العملية اللي بعدها دي العملية رقم كام 3 تاريخ العملية 22-8 مش نفس تاريخ العملية اللي قبلها ثم بعد كده سجل اسم صاحب الحق اللي هو مين أشرف سعد البنك المسخوب المحول عليه الصرف اللي هو البنك المركزي ثم سجل رقم الشيك وهو 999 ثم القيمة اللي هي المبلغ بقى طبعا مبلغ الشيك اللي هو 500 جنيه آه مفيش عملية تانية في 22-8 أقوم خاطط المجموعة بتاع القيمة بتاع قيمة الشيك المسخوب عليه فين في إجمال العمليات في اليومية في 500 جنيه كده أنا سجلت العملية لغاية إيه إجمالي العمليات أشوف العملية التالية العملية التالية أنا خباني أعزائي الطلاب بقى والركز في العملية دي بيقول لي في 28 منه ورد اختار من البنك المركزي يفيد صرف الشيك رقم 666 بموجب حفظة رقم 777 إيه ده ده ما قال ليه الشيك مسخوب ده قال لي ورد اختار من البنك المركزي يفيد أني فيه شيك من الثلاثة المسخوبين على المنشأة أو على الوحدة الحكومية الإدارية المسخوبين على الوحدة الحكومية الإدارية مش المنشئة طبعا يعني هنا فيه النظام المحسن الحكومي فعندنا وحدات حكومية إدارية يبقى أنا عندي ده شيك ايه اتصرف من الهون من التلات الشيكات دول طيب فين الشيك رقم 666 أشوف كده آه ده الشيك اللي هو في تاريخ 10-8-2013 اللي هو رقم 666 وستين ماله ده اتصرف بحفظة ايه بحفظة رقم 777 الشيك دي كان مبلغه 1600 طيب أنا كنت بسجل العمليات اللي هي العمليات الخاصة بالشيكات المسخوبة على الوحدة في دفتر حساب الشيكات في جانب له طيب الشيكات اللي اتصرفت آه هسجلها في جانب ايه في جانب منه يبقى أنا هنا سجلت الشيكات الايه الصدر او المسخوبة على الوحدة في جانب له اما الشيكات اللي صرفت طبعا يكون واحد من التلاتة دول او كل التلاتة دول ناقل بالنا هو الشيكات اللي هتتصرف من اين دول مسخوبين على الوحدة اصحاب الشيكات دي اخدوها هيبتدوا يعملوا فيها ايه؟ هيصرفوه طيب لما يصرف انا لما بسجل الشيك الصادر او اللي بديه للمورد سدداً لدينا على الوحدة الادارية بسجله في جانب له لما يجي ليختار بقى من البنك المركزي ان الشيك ده ايه؟ تم صرفه يعني تصرف يبسجله في جانب منه انا قال لي ان الشيك رقم 666 اللي هو مبلغه الايه؟ 1600 جنيه تم ايه؟ تم صرفه يباروه على جانب منه واجي عندي ملحظات واكتب واحد بعد ما اكتب واحد هسجل بقى تاريخ ورقم ايه؟ حفظة الشيك يعني خب بالك المربع ده تأسى النصين تاريخ الصرف 28.8 رقم الحفظة 767 777 يبقى انا عندي الخانة الخاصة او الخانة اللي هي في العمود بتاع تاريخ ورقم حفظة الشيك هاسم الاتنين شايفين خط الاحمر ده؟ فوق في البسط هكتب 28.8 اللي هو تاريخ العملية وتحتها هكتب 777 يبقى دي اول حاجة هسجل عندي للشيك المنصرف رقم الشيك هو قال الشيك 666 يبقى هكتب الشيك 666 مبلغه كام؟ عشان اخب بالي هو ما بيقوليش مبلغ الشيك لما يجي قولي الشيك رقم كزا تصرف ما بيجيب ليش مبلغه عايزنا نرجع للشيك ادور عليه في العمليات الثلاثة فببص هنا كده ادور لقيته دي الشيك ايه؟ مبلغه 1600 جنيه اسجله اطول 1600 جنيه ثم بعد كده اسجل المبلغ فيه اليومي اللي هو 1600 عشان ما فيش عمليات صرف تاني تعالوا نرجع خلاص كده العمليات كلها تم تسجيلها في دفتر حساب الشيكات 56 عنحة سواء الشيكات الصدرة او المسخوبة على الوحدة وكذلك الشيكات التي تم صرفها من الشيكات المسخوبة على الوحدة هبتدي بقى اعمل ايه عزيزي الطلاب؟ عايز اجيب رصيد الدفتر يعني عايز اجيب رصيد حساب الشيكات 56 عنحة ده في شهر تمانية طيب اعمل ايه؟ لازم اجمع بقى اجمع في الشهري مجموعة جانب المدين وفي الشهري برضه في الجانب الدين اجمع اليومية ما اروح كده على طول اجمع اليومية هنا على طول في الجانب منه انا ما عنديش في اليومية غير 1600 اشد حط زي ما انتم شايفين كده بالأخمر واروق اكتب في الجانب ايه؟ في العمود بتاع الشهرية مجموع ده 1600 فيه غيره لا يبقى 1600 فقط يبقى الاجمهاتة هنا في الشهر 1600 اروح على جانب له واجمع بقى الثلاث مبالغ دولي اللي هو 1600 زائد 400 زائد 500 وده كده مجموعة مجموعة اليوميات هحطهم في نهاية الشهر اللي هو شهر 8 هنا على طول شديد خطة وزا ما انتم شايفين وحط المجموع فين في الشهر اللي هو كان 2500 1600 زائد 400 بقى 2000 زائد 500 بقى 2500 لاحظ بقى ان انا لما جيت اجمع في الشهر حطيت المجموعين اصد بعض دي ترتيب التنظيم وهم عزيزي الطلاب ناخد بالنا جماعة الشهرين 2500 واصدوا الشهر 1600 او جماعة الشهر في جانب منه 1600 واصدوا على طول جماعة الشهر 2500 نلاحظ دايما ان جانب الجانب له دايما المجموعة الدائن اكبر من المجموعة المدينة يعني دايما نلاقي مجموعة جانب له اكبر من جانب ايه منه كمان عايز الرصيد برافو عليك انا اسمعتك انت انك بتقول ايه ده الرصيد ده هو الفرق من 2500 ناس 1600 صح يبقى انا هاجمع كده الجانب الايه الجانب الكبير اللي هو طبعا جانب له هحطه مجموعة في الجانبين 2500 2500 يبقى انا عمل ايه حطيت المجموعة في الاخر اللي هو مجموعة الجانب الدائن اللي هو جانب له حطيته في الجانبين 2500 2500 طب كده مين الجانب القليل اللي هو الجانب منه ودايما جانب منه يا أقل من له يا إما يسويه ليه؟ لأن جانب منه عبارة عن إيه؟ عبارة عن الشيكات المسحوبة على الوحدة وصرفت فكده كده المبلغ اللي صرفت يا إما كل الشيكات صرفت يا إما شيك واحد إحنا هنا عندنا شيك واحد فلازم يبقى فيه رصيد طب الرصيد هيب عبارة عن إيه؟ الشيكات التي الآن تصرف بعد اللي هو الشيك طبعا رقم 888 والشيك رقم 999 اللي هو مبلغ 4500 يعني 900 هو نفس الطريقة لو أنا قلت 2500 اللي هو مجموعة جانب الدائن ناقص المجموعة الجانب المدين في الشهر يعني أنا قلت 2500 ناقص 1600 هيديني الرصيد 900 جنيه على طول في جانب منه وده معناه عزيزي الطلاب أن دفتر حساب الشيكات الجانب طبعا الدائن لازم يكون أكبر من الجانب المدين والرصيد طبعا هو عبارة عن الفرق بين مجموعة جانب المدين الدائن ومجموعة جانب المدين مجموعة جانب الدائن 2500 حطته فين في الجانبين طرحت منه 1600 رصيد حساب الشيكات 56 عنحة تلقى 900 جنيه وعبارة عن الشيكات المسخوبة على الوحدة اللي هو الشيك رقم 888 999 ولم تصرف بعد لو جمعنا نقول 400 زائد 500 900 جنيه طب لو قال لي أن الشيك أن كل الشيكات هنا صرفت يبقى رصيد دفتر حساب الشيكات كام لو قال لي أن كل الشيكات دي صرفت يعني يبقى رصيد دفتر حساب الشيكات كام مرافو عليك إذا تم صرف كل الشيكات المسخوبة على الوحدة في دفتر حساب الشيكات 56 عنحة ده معناه أن رصيد دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هيكون سفر لأن الرصيد هو عبارة عن الفرق بين مجموعة الشيكات المسخوبة على الوحدة والشيكات التي صرفت فإذا تم صرف جميع الشيكات ده معناه أن رصيد دفتر حساب الشيكات 56 عنحة هيكون طبعا بسفر دي الطريقة عزيزي الطلاب اللي منسجل بيها الأحداث والعمليات داخل دفتر حساب الشيكات 56 عنحة طريقة بسيطة وسهلة يارب تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وتعرفتم على الشكل اللي بنسجل بي العمليات والأحداث داخل دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء لكن قبل ما نختم تعالوا نشوف مع بعض تدريب هسيبهولكم طبعا تجدوه طبعا تكليف واجب تحاولوا ان انتوا تسجلوا هذه العمليات في دفتر حساب الشيكات 56 إنحاء وتسيبونا الحل طبعا على قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب اقرأ التمرين كويس حلوا بعد ما تحلوا صور التمرين وبعتولنا على الروابط وإحنا إن شاء الله هرد عليكم على الإجابات وإن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة انتظرونا وحلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته